كان الحوار دايماً حول الهوية والانتماء والشخصية المصرية هو محور معظم حلقات البرنامج تسألنا هل نحن بحاجة لعادة كتاب تاريخنا؟ هل نحن بحاجة لمزيد من الواعي بهويتنا وحضارتنا؟ ما هو السر وراء الرباط المقدس منذ الأزل بين الإنسان المصري وبين أرضه وحضارته العظيمة؟ كنت دايماً بتتكلم عن مجال اهتمامك الصحة النفسية للمصريين وقلت فيه هنا سؤال مهم قوي قوي لكل مصري عليه أن يطرحوا على نفسه قبل أي حاجة وهو إحنا مين بالزبط كده؟ إحنا مصريين ولا عرب ولا شرق أوسطيين ولا أفريقيين؟ ما نحن؟ وما أهمية هذا التحديد لصحة نفسية؟ كلنا عاوزين بيت، عيال، جواز، مدارس، قوة، فلوس، تأمين لكن إنت مين؟ أن تكون أفضل لك في سعادتك وحياتك على أن تملك لأن نسبة ولا القوة ولا النجاح ستدي سعادة لوحدها لازم فيه مهم جات تانية، تيجي بقى للهوية أنت مفروض يباليك هوية وحدها، أنت مصرية، إحنا مصريين، مصريين بعد كده ننتمي للقارة الأفريقية ولكن عنا فيش بالها ومش صمر أوي زي التانيين وننتمي للشرق أوسط ولكن كل هوية في البلاد العربية مختلفة دكتورة أماني، لك دراسة حديثة جدا جدا عن موضوع الحقيقة جميل عن ماذا حدث أيضا للمصريين لكن ماذا حدث لأفرح وأحزان المصريين حمسك حاجة حاجة وأتكلم عليها كل مرة عن ماذا حدث للمصريين أنا حمسك حكاية الأفرح فلقيت أن طبعا الأفرح تغيرت جدا جدا شكلا ومضمونا وإنفاقا وكذا وتغيرت بشكل رئيسي عند طبقة طبقتين من المجتمع الطبقة العليا الغنية القادرة والطبقة الدنيا محدودة الدخل هما اللي اتنين جمعهم شيء واحد هو المظهرية الاجتماعية فده خط غريب أن ناس فائقة الثراء وناس فائقة الفقر اللي اتنين جمعهم المظهرية والإدعاء والنفاق الاجتماعي فشفت يعني ملامحه ملامحه أول حاجة الهضر في الانفاق عند اللي اتنين اللي فوق بينفقوا ملايين الملايين ولا يفكروا في أحوال المحيط الاجتماعي اللي هم عايشين فيه ولا في أن فيه بداء اللي انفاقهم قد تكون جميلة جدا جدا ممكن ينفقوا فيها بدل ده الشيء التاني برضو في هذه الأفراح اللي يلفت النظر التحرر الفائق عن الحد أي كتلة إنسانية تضم هؤلاء قطعا بيبقى فيها مواطن ضعف وقطعا بيبقى فيها أيضا مواطن قوة إيه مواطن القوة في المصريين بالخارج حبهم لبلد مواطن الضعف قوتهم حبهم لبلدهم وولاءهم وانتماءهم الشديد على فكرة من قبل حتى عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية ولكن هما كانوا محتاجين القناة الشرعية اللي يقدروا بيها يكلموا بلدهم فقوتهم أنا دايما بقول هما قوة مصر الناعمة في الخارج وهم اللي وقفين معاها في قضاياها وهم اللي وقفين معاها في التنمية كل الحقيقة المشروعات القيادة السياسية بتقوم بيها على أرض الدولة تلاقي المصرين في الخارج على طول مستعدين إنه هما يسهموا يسندوا فهم قوتهم في هذا الموضوع ضعفهم مش عايزة أقول ضعفهم ولكن فيه أوقات معينة بيبقى فيه تباعد بيبقى فيه تصديق لبعض ما تتناول مواقع التواصل الاجتماعي عن الدولة فبيضعفوا شوية من الأخبار السلبية والكاذبة اللي بتتردد على مواقع التواصل الاجتماعي ده طبعا عناصر ضعف إنما إحنا دورنا كوزارة للهجرة إن إحنا نديهم المعلومة الصحيحة ومش بس إن إحنا نديهم المعلومة الصحيحة إنما كمان نحملهم مسؤولية إنه هما أيضا ينشروا المعلومة الصحيحة هي الكلمة صعبة شوية بتقول فيها إن إحنا شعب قليل المعرفة بحضارته تعني إيه؟ يعني أنا هقولك حاجة أنت لو إحنا بصينا للأطفال عندنا طبعا أنا مش بقول كلام ده على أساس إن إن الشعب هو الغلطان لا إحنا الغلطانين يعني إحنا كأجهزة وكتلفزيون وكصحافة وكتربية وتعليم وثقافة كلنا ما عندناش منظومة في سبيل إن إحنا ننمي الثقافة الأثرية أو الحضارة جوا هل دراسة التاريخ تثير مشاكل وتثير مواقف ونتوقف عند شخصيات تختلف الأراء بالنسبة لها؟ يعني هل نفتح باب قراءة التاريخ وإعادة فهم التاريخ أم نغلقه ونترك التاريخ في حاله؟ لا طبعا أفتح الباب لأن لو ما فتحتش الباب فأنا هبقى حبيس الجدران هتحرم الإنسان أصلا تعريف الإنسان هو إنسان له تاريخ إيه اللي بيفرق الإنسان عن الحيوان النطق؟ الحيوانات بتتكلم برضو لكن اللي هو تاريخ ذاكرة والقدرة على المراجعة ودي مهمة جدا في حركة التاريخ لأن الشعوب اللي ما بتقراش تاريخ ما بتراجعش تاريخها بتقع في نفس الأخطاء وعشان كده بيجي المقولة الرئيسية التاريخ يعيد نفسه